سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إذا ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم حضرات الضيوف الكرام أهلا بكم على متن طائرة الاتحاد للطائرة سنقوم بعرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة نرجو منكم أن تولوا شاشة انتباهكم الكامل وتستمعوا إلى التعليمات بعناية حتى لو كنتم من كثير الأصفار قوموا بربط أحزمة المقاعد فور إضاءة العلامات الخاصة بأحزمة المقاعد يتم ربط حزام المقاعد على مثل هذه الطائرة بهذه الطريقة يمكن تعديل الحزام بصحب الشريط لفك الحزام ارفعوا القطعة المعدنية المتحركة ثم اصحبوا الجهة المقابلة من الحزام إذا ما استدعت الضرورة تزويدكم بأكسجين الطوارئ فإن أقناعة كهذه سوف تتدلى بشكل آلي من الجزء الأعلى فوق رؤوسكم اسحبوا القناع نحوكم لبدء سريان الأكسجين ضعوا القناع على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية ثم اسحبوا الرباط المرد وراء الرأس لتعديل وضع القناع قوموا بجذب الأشرطات قوموا بتثبيت القناع الخاص بكم أولاً قبل مساعدة الآخرين واربطوا أحزمة مقاعدكم هناك عشرة مخارج للطوارئ على مثل هذه الطائرة تحمل جميعها علامات واضحة يرجى تذكر المخرج الأقرب ليكم حتى لو كان خلفكم عند الطوارئ ستضاء أرضية الممرات المؤدية إلى المخارج تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها في حالة الحاجة لإخلاء الطائرة يجب اتباع تعليمات طاقم الطائرة توجد صدرة نجاة تحت مقاعدكم إذا كنتم على متن درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية وداخل مسند الرجلين على متن الدرجة الأولى عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها انزعوها من الحاوية واسحبوها فوق رؤوسكم اربطوا سترة حول خصركم هكذا وضيقوها هكذا قوموا بنفخ سترة النجاة فقط عند مغادرة باب الطائرة يمكنكم نفخ سترة النجاة بواسطة السحب بقوة بهذه الطريقة أو عبر النفخ في الصمام سترة النجاة مجهزة بمصباح يضاء تلقائيا عند ملامسة الماء لتهيئة المصباح للعمل اصحب الطرف الأصفر الموجود في الأمام تتوفر أيضا سترة النجاة وأسرة خاصة بالربع تتوفر بطاقة تعريمات السلامة في جيب مقعدكم يرجى قراءتها بانتباه قبل الإقلاع حيث تحتوي على شرح مفصل للمعلومات التي تضمن سلامتكم كما نذكركم بأن جميع رحلات الابتحاد للطيران خالية من التدخين يمنع التدخين منع بات في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف التدخين إن العبث أو التداعب بإجهزة كشف الدخان أو عدم الانتزام باللوائح والتعليمات يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والقوانين الدولية للطيران المدني يرجى تغزين حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقعد أمامكم يجب التأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة بخصية الإرسال مثل الهواتف النقالة وأي أجهزة مزودة بخدمة الواي فاي والبلوتوث مغلقة أو تعطيل خصية الإرسال ويمكن استخدامها فقط فور إطفاء علامات ربط أحزمة المقعد جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقال أو أي أجهزة مغلقة بخدمة الواي فاي والبلوتوث يجب أن يستخدامها أو تستخدامها تستخدامها ويجب أن يستخدامها فقط لأجهزة الإرسال والتعليمات يستخدامها استعداداً للإقلاع يرجى تأكد بأن حزام الأقعد مربوض بإحكام كما يرجى إعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي ويجب طي طاولة الطعام وإعادة وحدة التحكم اليدوية إلى مكانها المخصص مع إبقاء ستائر النوافذ مرفوعة سيقوم أفراد الطاقم بالمغور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران ترجمة نانسي قنقر